بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الوحدة الثالثة أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم ونتناول اليوم الدرس الخامس مقياس مايكل بست للتعرف إلى الطلبة ذوي صعوبات التعلم طبعا مقياس مايكل بست للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم ظهر في عام 1969 طبعا يهدف هذا المقياس إلى التعرف على الطلبة أو إلى التعرف المبدئي على الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية ويعد هذا المقياس من المقاييس الفردية المقننة والمعروفة في مجال صعوبات التعلم هذا المقياس يتألف في سورة الأصلية من 24 فقرة موزعة على خمس اختبارات فرعية الخمس اختبارات فرعية موجودة أمامنا الآن أولها اختبار الاستيعاب واختبار الاستيعاب عدد فقراته ثلاث ألا وهي فهم معاني الكلمات والمحادثة والتذكر اختبار اللغة وعدد فقراته أربع فقرات وهي المفردات والقواعد وتذكر المفردات وسرد القصص وبناء الأفكار اختبار المعرفة العامة وعدد فقراته ثلاث فقرات ألا وهي إدراك الوقت وإدراك العلاقات ومعرفة الاتجاهات واختبار التناسق الحركي وعدد فقراته ثلاث فقرات ألا وهي التناسق الحركة العام والتوازن والدقة في استخدام اليدين آخر اختبار ألا وهو اختبار السلوك الشخصي والاجتماعي وعدد فقراته ثمن فقرات وهي التعاون والانتباه والتركيز التنظيم التصرفات في المواقف الجديدة التقبل الاجتماعي المسؤولية إنجاز الواجب الإحساس مع الآخرين طبعا هذا المقياس يصلح للأطفال في الفئات العمرية من 6 إلى 12 سنة حيث يعطي الاختبار عند تطبيق درجة كلية ودرجة للاختبارات اللفظية ودرجة على الاختبارات غير اللفظية طبعا يستغرق تطبيق الاختبار حوالي 45 دقيقة أما الوقت اللازم لتصحيحه فهو حوالي نصف ساعة نتناول الآن إجراءات تطبيق وتصحيح وتفسير الآداء على المقياس طبعا المقياس يتضمن دليل وهذا الدليل يتضمن وصفا للإجراءات المتبع في تطبيق وتصحيح وتفسير الآداء على المقياس للتعرف إلى الطلبة ذوي صعوبات التعلم كما يتضمن دليل المقياس كراسة الإجابة على فقرات المقياس ويمكن تلقيص إجراء تطبيق المقياس في نقاط رئيسية التالية أول شيء يطلب من الفحص أن يكون على دراية تامة بفقرات المقياس وكيفية تطبيقها وتصحيحها وتبسيرها وممكن هنا أن يحتاج الفحص إلى مساعدة معلم الصف الذي يفترض في معلم الصف أن يكون يعرف المفحوص يعني يعرف الطالب بطريقة جيدة من أجل الإجابة عن بعض فقرات المقياس أيضا يطلب من الفحص أن يحدد العبارة التي تنطبق على المفحوص من بين العبارات المكونة لكل فقرة مثلا لو أخذنا مثال على فقرة في الانتباه والتشتت من اختبار السلوك الشخصي والاجتماعي واحد قدرته على الانتباه والتركيز ضعيفة جدا فهو سهل التشتت اثنين نادرا ما يصغي أو يستمع للآخرين كثيرا ما يفقد الانتباه ثلاثة قدرته على الانتباه والتركيز تتناسب مع مستوى عمره وصفه أربعة قدرته على الانتباه والتركيز تفوق المتوسط فهو دائما منتبه خمسة دائما ينتبه للأمور المهمة ولديه قدرة عالية على التركيز طويل المدى الآن نلاحظ أن العبارات من واحد إلى خمسة سمعناها نلاحظ أنها مرتبة العبارة الأولى تمثل أدنى مستوى قدرته على الانتباه والتركيز ضعيفة جدا فهو سهل التشتت والعبارة خمسة تمثل أعلى حاجة دائما ينتبه للأمور المهمة ولديه قدرة عالية على التركيز طويل المدى لو افترضنا أن المعلم يختار الفقر الرقم واحد الطالب يأخذ واحد لو اثنين يأخذ درجتين لو ثلاثة يأخذ ثلاثة وهكذا أيضا يطلب من الفاحص أن يحدد درجة كلية على المقياس وعلى الاختبارات اللفظية وعلى الاختبارات غير اللفظية والدرجة على كل اختبار أيضا يعني حيث تحتسب تلك الدرجات كما يلي لو قلنا الدرجة الكلية على الاختبار نقوم بجمع الدرجات على كل فقرة من فقرات المقياس ونقسم تلك الدرجة على 24 لأن نعدل فقرات 24 كاملة لو أردنا أن نحسب الدرجة الكلية على اختبارات اللفظية فقط نقوم بجمع الدرجات على فقرات المقاييس الفرعية الآتية مقاييس اللفظية هي اختبار الاستيعاب، اختبار اللغة، اختبار المعرفة العامة ونقسم تلك الدرجة على 13 لأن مجموع فقرات اختبارات اللفظية هي 13 فقرة لو أردنا أن نحسب الدرجة الكلية على اختبارات غير اللفظية نجمع الدرجات على فقرات المقاييس الفرعية اختبار التناسق الحركي واختبار السلوك الشخصي والاجتماعي ونقسمها على 11 لأن عدد فقرات هؤلاء الاختبارين 11 لو أردنا أن نحسب الدرجة لكل اختبار فرعي نجمع الآن الدرجات نقسمها على عدد فقرات ذلك الاختبار فقط الآن كيف نفسر درجات على اختبار؟ نفسرها كما يأتي على الدرجة الكلية الدرجة الكلية كم يكون الرقم؟ إذا كانت تقل عن تقل عن واحد فاصلة تسعة ثمانية إذن إيش؟ يوجد لدى الطالب حالة من حالات صعوبات التعلم طيب على الاختبارات اللفظية الاختبارات اللفظية ها؟ إذا كانت تقل عن واحد فاصلة ثمانية أربعة يكون لدى الطالب حالة من حالات صعوبات التعلم في الجانب اللفظي أما على الدرجة الكلية في الاختبارات غير اللفظية إذا كانت أقل من اثنين فاصلة واحد أربعة أربعة هنا يوجد حالة من حالات صعوبات التعلم في الجانب غير اللفظي ترجمة نانسي قنقر